اشتركوا في القناة اتمنى ان تجاوبوني عليه بوضوح تام وبسرعة لانه ضروري جدا السؤال هل الانسان يفكر بقلبه ام بعقله مع الدليل الشرعي من القرآن الكريم والسنة النبوية ايضا الجواب نشوفي الاجابة فليس السؤال المطروح هو ما اذا كان الانسان يفكر بعقله ام بقلبه لانه من المعلوم انه انما يفكر بعقله ولعل السائل تقصد السؤال عما اذا كان مركز العقل هو القلب ام الدماغ فهذا السؤال دائما يطرح هكذا في كتب العلماء هل الانسان يفكر بقلبه ام بدماغه وحاصل السؤال هو هل العقل الذي هو اداة التفكير في القلب ام في الدماغ وهنا طبعا بيقول يعني ايه مختصر السؤال هو عالي الانسان فين في الدماغ ولا القلب وطبعا كل اللي بيشوفوني هاستغربوا اصلا من السؤال لكن الاسلام بيقول ان عقل الانسان مكانه القلب وده من القرآن والسنة وشوفوا معايا الاجابة ويقول لنا ايه وهذه المسألة نالت قدرا كبيرا من الجدل بين العلماء قديما وحديثا ومن احسن الاجابة التي وفقنا عليها جواب العلامة القرآني محمد امين الشنقيتي رحمه الله حيث بين ان افعال الانسان من الفهم والفكر والتدبير والهدى والضلال والايمان والكفر كل هذه متعلقة بقلب الانسان وهو المسيطر عليها فقال رحمه الله في فتاويه ومن تلك البحوث قول عمتهم اي الفلاسفة الا القليل منهم ان محل العقل الدماغ وتبعهم في ذلك قليل من المسلمين ويذكر عن الامام احمد انه جاءت عنه رواية بذلك وعمت علماء المسلمين على ان محل العقل القلب يعني في جدل حاصل بين العلماء ومحدش استغرب يا جماعة لان في منهم قال ان محل العقل في القلب وناس تاني قالت لا محل القلب في الدماغ وخلينا نكمل اعلم وفقنا الله وإياك ان العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم النظرية والضرورية وانه من خلقه وابرزه من العدم الى الوجود وزين به العقلاء وأكرمهم به يعني اللي خلقه أعلم بمكانه الذي جعله فيه من جملة الفلاسفة الكفر الخالية قلبهم من نور سماوي وتعليم إلهي ليس أحد بعد الله أعلم بمكان العقل من النبي الذي قال في حقه وما ينتق على الهواء إن هو إلا وحي يوحى وده سورة النجم 3 و4 وقال تعالى عن نفسه قل أأنتم أعلم أم الله سورة البقرة 140 والآيات الكرآنية والأحاديث النبوية في كل منها التصريح بكسرة بأن محل العقل القلب وكسرة ذلك وتكراره في الوحيين لا يترك احتمالا ولا شكا في ذلك وكل نظر عقلي صحيح يستحيل أن يخالف الوحي الصريح وسنذكر طرفا من الآيات الدلة على ذلك وطرفا من الأحاديث النبوية إلى آخر الكلام يعني هنا بيأكد أن محل العقل هو إيه في القلب وهيأكد الكلام ده من القرآن والسنة يعني القرآن والأحاديث وخلينا نكمل الإجابة مع بعض وهذه بعض نصوص الوحيين قال الله تعالى ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وده في سورة الأعراف 179 فعابهم الله بأنهم لا يفقهون بقلوبهم والفقه هو الفهم والفهم لا يكون إلا بالعقل فدل ذلك على أن القلب محل العقل ولو كان الأمر كما زعم الفلاسفة لقال لهم أدمغة لا يفقهون بها يبقى هنا استشهد بالآية اللي بتقول لهم قلوب لا يفقهون بها وخلينا نشوف الآية اللي بعدها اللي بتأكد أن العقل مكانه في القلب قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أزان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولا تعمى القلوب التي في السدور صورة الحج إيه؟ 46 ولم يقل فتكون لهم أدمغة يعقلون بها ولم يقل ولكن تعمى الأدمغة التي في الرؤوس كما ترى فقد صرح في آية الحج هذه بأن القلوب هي التي يعقل بها وما زاك إلا أنها محل العقل كما ترى ثم أكد ذلك تأكيدا لا يترك شبهة ولا لبسا فقال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في السدور فتأمل قوله تعالى التي في السدور تفهم ما فيه من التأكيد والإضاح ومعناه أن القلوب التي في السدور هي التي تعمى إذا سلب الله منها نور العقل فلا تميز بعد عماها بين الحق والبطل ولا بين الحسن والقبيح ولا بين النافى والضار وهو صريح بأن الذي يميز به كل ذلك هو العقل ومحله القلب يبقى بيأكد نفس الفكرة أن محل العقل فين في القلب فأرح قال إيه فتكون لهم قلوب يعقلون بها وكمان تعمى القلوب التي في السدور يعني الكلام ده إيه هو مش في الأدمغة ونكمل يعني القلوب دي هي اللي أنت بتعقل بها مش دمائي العقل مش في القلب مش في الدماغ ونكمل وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها محمد 14 ولم يقل أم على أدمغتهم أقفالها وأنظر ما أصرح الآية هذه في التدبر وإدراك المعاني به إنما هو القلب ولو جعل على القلب قفل لم يحصل الإدراك فتبين أن الدماغ ليس هو محل الإدراك كما ترى ثم ذكر عدد كبير من الآيات وبين دلالتها كما سبق الدماغ ليس هو محل الإدراك يا جماعة هم بيأكدوا نفس الكلام وقال بدليل إيه بدليل القرآن لما بيقول أم على قلوب أقفالها ونكمل نكمل اللي جاب يقول إيه ثم قال رحمه الله وأما الأحاديث المطابقة للآيات التي ذكرناها والدالة على أن محل العقل القلب فهي كثيرة جدا كالحاديث الصحيح والذي فيه ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولم يقل فيه ألا وهي الدماغ وكقول أنس رضي الله عنه كان النبي يكسر أن يقول يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك قال فقلنا يا رسول الله أمن بك وبما جئت به فهل تخاف علينا فقال نعم قال فقال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ويقلبها ولم يقول يا مقلب الأدمغة سبت دماغي على دينك وزي ما شفنا في حادثين استشهد بيهم إن القلب لو فسد الجسد كل الجسد يفسد وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن وقال يا مقلب القلوب مش يا مقلب الأدمغة وبعد كل الأدلة دي إن محل العقل في القلب محتاج كام غلطة يا مسلم عشان تعرف إن الإسلام غلط يعني لو واحد جات له غلطة في المخ هل عقله بيكون سليم وهيفكر بقلبه بالطبع لأ يعني أبسط حاجة تقدر تفهم منها إن القرآن يتكلم غلط والشيخ هنا استشفت بالحديث وبالقرآن وتابعوني الحلقة الجاية في سين وجيم وإلى اللقاء شكرا